بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم في مدة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول التأهيل الفصل الدراسي الثاني أسعد وأتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر وعنوان درسنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى التيمم الجزء الأول تعليم ما تام في البداية يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم أجهز كتابي وأدواتي المدرسية أتابع الدرسة بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال ما نقصد؟ اختيار المكان المناسب للتعلم كما نذكر دائما هذكروني منتاز أن يكون كل شيء يشغلني عن الدرس بعيد عني آيبات، جوال، تلفزيون، ألعاب كل شيء يشغلني عن الدرس يكون بعيد عني حتى أستطيع متابعة هذا الدرس بتركيز وإتقان ومن المهم جدا أن يكون الكتاب موجود لدي القلم كذلك موجود لدي وأستمر في متابعة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته اتفقنا على ذلك ونبدأ على بركة الله تأكد الكتاب الذي لديك هو كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الأول التأهيلي الفصول الدراسية الثلاث صفحة الدرس هي رقم 48 يتوقع منك عزيز الطالب بعد هذا الدرس أن تعرف ما هو التيمم بشكل صحيح تطبق التيمم بشكل صحيح وكذلك ماذا نحتاج للتيمم بشكل صحيح الدرس العاشر يا أبطال التيمم إذا لم يكن لدي الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البر كود وسيتوجه به مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي صفحة الدرس هي الصفحة رقم 48 إذن هنا في هذا النشاط يا أبطال صل كلمة التيمم بمعناها الصحيح التيمم هو نوع من الطهارة بديل عن الوضوء باستخدام التراب أو نوع من الطهارة بديل عن الوضوء باستخدام الشجر إذن يا أبطال التيمم واضح أنه بالتأكيد في البداية كل الخيارين هو نوع من أنواع الطهارة التيمم مثلا نحتاجه حتى يكون واضحا لدينا يا أبطال لو كنت في مكان تصور وتخيل معي هذا القصة لو كنت مثلا في مكان تعطلت مثلا لا قدر الله عليك السيارة في مكان وجاء وقت صلاة المغرب ثم أردت الوضوء كنت مع والدك مع أحد أخوانك مع والدتك أردت الوضوء لصلاة المغرب لا يوجد مسجد بجانبي وأريد الصلاة بحث في السيارة لا يوجد علب للماء أستطيع التوضع منها كذلك إذن ما الذي أفعل أو سيخرج وقت صلاة المغرب و أنا يجب علي أن أصلي كما تدربنا وتعلمنا يا أبطال أن أصلي الصلاة في وقتها إذن ما الذي يجب علي أن أفعله هل أؤخر الصلاة واجعل وقت الصلاة يخرج عن وقتها أو ما الذي أفعله لأكون طاهرا و أؤدي الصلاة في وقتها حتى إذا لم يكن معي ما و ليس يوجد كذلك بجانبي ما الذي أفعله و دلنا ديننا على التيمم ما هو التيمم؟ إذن هو نوع من أنواع الطهارة الذي يكون بماذا؟ بالتراب و كيفية طريقة سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى فأنا إذا لم أجد الماء الصلاة نذكر و نتعلم دائما يا أبطال الصلاة مهمة و هي من أركان الإسلام و لكن يجب علي قبل أن أصلي هذا الصلاة قبل أن يخرج وقتها يجب علي أن أتوضع إذن إذا خشيت أن الوقت يخرج و لم أجد ما و حاولت و بحثت و لم أجد فإني يجب علي أن أتيمم ما هو هذا التيمم؟ هو الذي سنتعلمه يا أبطال في هذا الدرس إذن هو نوع من أنواع الطهارة بديل عن الوضوء باستخدام التراب أو نوع من الطهارة بديل عن الوضوء باستخدام الشجر هاي أبطال هو نوع من الطهارة بديل عن الوضوء باستخدام التراب لاحظوا النشاط الأول لديكم يا أبطال النشاط الأول لديكم نقوم بحل النشاط الأول لدينا التيمم هو نوع من أنواع أو من الطهارة بديل عن الوضوء باستخدام التراب باستخدام التراب إذن يا عبطال هل دائما أتيمم بدل أن أتوضأ مثلا الماء بجانبي هل أتيمم و الماء يكون بجانبي لا بالتأكيد لا هناك شروط لي أتيمم و متى أتيمم أما و متى أتيمم فيجب علي أن أتعلمها ثم أتيمم بعد ذلك يا عبطال إذن في الكتاب لديكم صفحة الدرس رقم 48 أقوم بحل هذا النشاط النشاط الثاني لدينا أضع علامة صح أسفل ما نحتاجه للتيمم حجر أو منديل أو تراب ذكرناها في التعريف يا عبطال من خلال ما أشرناها قبل قليل يا عبطال من خلال ما تعلمنا ما الذي نحتاجه للتيمم هل هو التراب ذكرناها قبل قليل أو المنديل أو الحجر جميل جداً رائعين هو التراب تدربنا عليها قبل قليل أحسنتم يا عبطال و بارك الله فيكم إذن يا عبطال الآن نريد الاستماع و مشاهدة هذا الفيديو الذي من خلاله نريد أن نعرف و نتدرب على التيمم ما هو وتعريفه و متى نقوم بالتيمم التيمم لقد تعطلت الحافلة و علينا الانتظار حتى يقوم السائق بإصلاحها فلا يتحرك أحد بعيداً عن مكاننا لقد حان وقت صلاة الظهر هيا لنصلي ولكن لا يوجد معنى ماء للوضوء فلنصلي عندما نعود الماء الذي معي يكفي فقط للشرب قال لي أبي إذا لم تجد الماء للوضوء فعليك بالتيمم إذن معنى التيمم أن نتوضأ ولكن بدون ماء فعلاً يا أخي فالتيمم هو مسح الوجه و الكفين بالصعيد الطاهر أي التراب الطاهر أو وجه الأرض بقصد الطهارة للصلاة ونستخدمه عندما لا نجد الماء فقد قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي إلى آخر الحديث ذات مرة كنت مريضاً ومنعني الطبيب من استخدام المياه فأخبرني أبي أنه يمكنني التيمم كي أتمكن من آداء الصلاة بالطبع يا صديقي فقد شرع الله لنا التيمم ليس فقط عند عدم وجود الماء ولكن أيضاً إذا تعذر استخدامه بسبب المرض فيمكننا التيمم أحسنت أحسنت والآن هيا بنا نبحث عن التراب إلى أين أنتم ذاهبون؟ لقد حان وقت صلاة الظهر ولا يوجد لدينا ماء للوضوء فأردنا أن نبحث عن التراب كي نتيمم أحسنتم يا أولاد وهذا من يسر الله لهذا الدين فقد يسر الله لنا أمور العبادة فقد قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر وكذلك قال تعالى ولكن عن أي تراب تبحثون؟ نحن نبحث عن تراب طاهر فمن شروط التيمم النية وعدم وجود الماء أو العجز عن استعماله وطهارة التراب أحسنتم إلى هنا يا أبطال نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذا الدرس شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة سعد بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى طيبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته